وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله يجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم هذه الحياة بالكرام خلقنا الله عز وجل فيها وقال لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني في تعب وعنى ومشقة والشاعر يقول طبعت على كدر طبيعة هذه الحياة أن فيها مكدرات وفيها منغصات هذه الحياة لكن ما الذي يزيل أن هذه الهموم حينما تنغص الحياة تتنغص الحياة علينا بمكدراتها كواشف الهم كثيرة أيها الكرام هي رسالة لي ولكم أحبة الكرام أن تتأملوا هذه الكلمات اليسيرة أولا يا عبد الله يا أمت الله تذكر أن أعظم دين تنعم به هذا الدين تأمل قول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء لما يضيق صدر الإنسان لما يريد أن يستنشق الهواء ذاك مثل الإنسان الذي حرم لذة هذا الدين ولذلك من أعظم النعم التي ننعم بها نعمة أننا من أهل هذا الدين مهما ضاقت بك الدنيا فتذكر أنك مؤمن ثم مما يزيل عننا الهم أيها الكرام ذكر الله عز وجل الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بأي شيء بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا آخي الكريم لما أنك تجلس وحاملت بين يديك كتاب الله عز وجل وغرأت شيء من الآيات تسلو نفسك وتجد لهذا القرآن آثر في قلبك وفي حياتك ويزول عنك كثير من الهم بل مما يزيل عننا هذه الهموم أيها الكرام هي مفترض الله عز وجل علينا في يومنا وليلتنا من هذه الصلوات الخمسة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة يا آخي لما تركع ولما تسجد بين يدي الله عز وجل تجد أنس وسعادة من أين أتى هذا الأنس وهذه السعادة هي لما تعلق قلبك بالله جل جلاله ولذلك لا يمكن في يوم الأيام أنك تصلي صلاة ثم تقول ليتني لم أصلي هذه الصلاة بل في أحاين كثيرة يصلي واحد من الصلاة ويتمنى أنه أطال هذه الصلاة وأن هذه الصلاة قد طالت لماذا لما يرد من الأنس والسعادة في هذه العبادة والسبب أنك اقتربت من الله جل جلاله مما يزيل عنه هذا الهم أيها الكرام أن يقنع الإنسان بهذه الدنيا يا آخي المبارك لما تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ونحن كم نملك في اليوم الدنيا من مرات آمن في سربك تعيش في أمن وكم من دول أخرى لا يعيش الإنسان في أمن فيها وأنت تعيش في أمن لما تتأمل هذا الجسد وغيرك مصاب ومريض وأن طيب ومعافا فهذه نعمة لما تتأمل الطعام الذي بين يديك وهو نعمة من الله عز وجل فلتكن شاكرا لله عز وجل مما يزيل عنه الهم أيها الكرام العمل الصالح الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة الحياة الطيبة بأي شيء بالعمل الصالح ففتش في أبواب العمل الصالح وأقبل وإنها سر من أسرار سعادتنا وكاشف من كواشف هممنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون